اهلا بيكو بعد الفاصل وهنتكلم في فقرتنا دي عن موضوع مهم جدا يهمكو اكيد كلكو عشان هنتكلم عن الشعر كل واحد بقى عنده بقى مشكلة مختلفة عن التانية بقى من تساقط من فراغات شعر ابيض او تجعيد كل ده هنعرفه من دكتور شيرين محي يديد تجميل وليزر اهلا بحيك دكتور منوراني طبعا مشاكل الشعر ما بتخلصت اكيد كل الناس عندها مشكلة رئيسية اه اكيد اساسي طبعا اكيد برضو الرئيسية التساقط اه التساقط ازاي ان انا عالج التساقط ده واصلا هو ايه اسبابه بوسي الفكرة في التساقط الشكاوي كتير جدا منه لانه له اسباب كتير قوي متعدد يعني ممكن يحصل لسن صغير ممكن يحصل لسن الشباب ممكن يحصل لسن كبير يعني مالوش سن معين التساقط اهم حاجة فيه ان انا اعرف السبب لانه وان سنة انا عرفت السبب العلاج بقى سهل لكن ان انا بس اسأل ايه العلاج التساقط او اروح اشتري منتسادلية لسيونات او اخط مواد طبعية من غير ما عالج السبب الرئيسي فانا كده ما عالجتش التساقط الفكرة فيه ان الشعر احنا بنعمله على انه اضعف وضو في جسم الانسان اضعف حاجة في جسمك هو شعر فبتتأثر بحاجات كتيرة جدا من غير ما انت تغذيبه يعني سي مثلا واحدة عندها انيميا وهي ما تعرفش نشاطها طبيعي بتقوم بحياتها طبعية بتنزل شغلها بتروح جامعة عايش حياة طبيعية جدا فمتعرفش ان هي عندها انيميا ولكن تساقط شعرها زيادة جدا اول ما تعمل تحليل الفريتين وصورة الدم هتعرف ان عندها انيميا فهو عرض معروف مثلا للانيميا الناس مثلا عندها مشاكل الثيرويد الغدة الدرقية الغدة الدرقية دي بكل مشاكلها لازم لازم تأثر الشعر لازم مريض الغدة الدرقية بيبقى عارف طبيعي ان شعره هيحصل فيه تساقط الناس اللي بيبقى استرس دي جدا اليومها صعب عندها الضغوط كتير مش قادرة تعمل كنترول كترة ضغط برضو نفس الكلام اضعف حاجة بجسمك هتبتدي تتأثر بالاسترس ده هو شعر الاكتئاب حاجات كتيرة جدا جدا كل ده الشعر بتأثر بيه طبعا طبعا يعني انت ممكن تلاقي بنوطة صغيرة شعرها بيقع شعرها بيقع تلاقيها مثلا بتتضغط جدا في المتحانات وقت المذاكرة ونهاية الترمو الحاجات دي تلاقيها شعرها في ايديها بالضبط فالسترس له دور قوي جدا في الحاجات دي نقص الفيتام زي ممكن كنا عندي نقص فيتام زي معينة انا معرفش مش باخد اكلي كوجبة صحية كاملة نقص منها شوية عناصر العناصر دي مش وصلة شعري بالتالي يتأثروا لها كل الحاجات دي انا هعرفها ازاي وانا انا واحدة عادية شعري بيقع عايز اعرف ايه السبب واعالجه ازاي لازم بالجأ للطبيب بتاعي المختص وبيعرض علي التحليل المفروض اعملها وبيطلع على طول في دفكتف تحليل معين ببتدي بقى اعالج النقطة دي وانس حطت ايدك عليها وعالجتيها خلاص طيب التساقط ده ممكن يوصل للفراغات طبعا طبعا الشعر بيبقى سايكل يعني له لايف ستايل زي حياة البني ادم كده بيبتدي طفله وبعدين يبقى شاب وبعدين يبقى شيخ وبعدين يموت او ينتهي بيه عمره الشعره نفس الكلام بتبتدي البصيلة بتنبت الشعره الشعره بتبتدي تكبر تاخد المرخلة الطبيعية بتاعتها والشباب بتاعها والطول الطبيعي تشيخ تموت تقع على ما تكون واحدة تانية طلعت مكانها لكن في الحالة المراضية انا دلوقتي الشعر بيقع قبل المعايد الطبيعي بتاعه وما بيطلعش شعره تعوضه فبالتاني بعد شوية هتلايني الشعر يخف المكان معين بدأ يحصل فراغات امتى يحصلي فراغات لما انا اكون شايفة ان فيه شعر يفيه تساقط وانا ما بلجأش العلاج اه بهمله بهمله فسيبت التساقط شهر في التاني في التالت الموضوع زاد بدأ يتحول لحالة كرونيك مزمنة ويسيب لي بقى مكانه وفراغات في الشعر طيب ودي ليها علاج؟ طبعا ليها علاج بس انا دايما بفضل يعني طالما شفت حاجة مش مظبوطة الحاجة بالاول اه زي ما يحصل لي اي لقدر الله اي اعراض لأي نزلة نزلة برد نزلة مع اي حاجات خفيفة بلجأ بسرعة للطبيب اعالي الشعر عشان مش حاجة يعني مؤلمة انا ممكن يكون مشغولة في حياتي وضغوط حياتي فشفت شعري بيقع مهتمتش بالزبط اتحول من الحالة العادية للحالة الكرونيك او الحالة المزمنة بقى التساقط زيادة سب لي مكانه مكان خفيف او بدأ يفضل بالزات من الاماكن اللي هي اللي قدام دي بدأت بقى اجري يا شباة ايوة احنا دايما بنجري في الاوائح طيب امتى اللي بينقول ده صلع وراسي او او خلاص دي ده صلع مش هينفع يطلع فيه شعر بصي لا هو مش مش هينفع هو طبعا مرتبط شعب الاعمار يعني كل مكان السن صغير كل مكان سهولة انه يفضل ريكافري افضل ولكن الصلع الوراثي بنعرف ازاي ان فيه اماكن بتفضى من الشعر فراغات في الشعر بالزات الاماكن دي اللي بتبقى سحبة هنا كده وشوية قدام اكتر طبعا بكتير من الخدر بتبقى نتيجة للوراثة او انا عارفها ان والدتي كده او والدي كده ازاي بعرف انها وراسة انها حصلت في سن صغير يعني انا في سن لسه مش سن ان شعري يخف او يفضل بدأ شعري يفضل لان والدتي كان كده او والدي كان كده او اخواتي او عمي او خالتي حد جين وراسي في العيلة احنا عندنا بنوصل لسن معين وبنبتدي الشعري يبقى فيه فوارق في الحتة دي او فراغات في الحتة دي دي ملهاش عليك لا 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 ليه عليك طبعا ليه عليك طبعا كل حالات الشعر النهاردة ليه عليك بقى ليه عليك حتى هو الوراثي بقى ليه برضو عليك طبعا طبعا الصالع الوراثي لا اول ما يبتدي يبان عندي وانا عندي قبل كده ان في حد في العيلة عنده صالع وراسي ببتدي على طول الجأ الطبيب بتاعي بيحصل فيه حقن دلوقتي ميز ترابي باشكاله البي اربي المليانة بالجوريس فاكتورز والحاجات دي كل دي بتحفز البصيلة بتاعت الشعر انها تبتدي تنبت شعر في المكان دي او ميبقاش فيه الصالع بقى اه بس الفكرة كلها بالصالع الوراثي نوع عشان حاجة وراسية وجين وراسي وحاجة مزمنة فبنقول فيها ايه الحاجة اللي مش بيحبها الناس انها محتاجة علاج مستديم شوي يعني احنا بنفضل طول عمرنا بناخد العلاج بنعمل كورس جلسات وبعد كده بناخدوا الهوم كير بتاعنا اقول علاج في البيت مدى الحياة بس برضو افضل من الصالع يعني ايا كان هو اكيد افضل وكويس ان فيه دلوقتي علاج ان احنا نعالج موضوع الصالع ده طبعا بذات هو عند الفيميل عند السيدات علاجه سهلين كان عند الرجالة شوية لما بوصل لمرحلة معينة من الصالع مش بينفع فيها الحقن او العلاج الا ان انا ألجأ للزراعة للزراعة والزراعة الوقت يبقى بقت سهل وقت كله بقى يعملها برضو معظم الرجالة الوقت يبقى يعملها طيب بالنسبة لده بالنسبة للتساقط بالنسبة للتقصيف ده برضو بيبقى نتكتقين بسي هو دايما التقصيف انا مماجيش راح اتكلم عنه اقول ان احنا بنعمل الشعر زي النبات النبات او الزرع بتاعنا لما بتلاقي نفسك مهتمية به واخد ترتيب مظبوط يشارب ميا كويس بتلايله انه اخضر وشكله فراش شكله خلو شعري نفس الكلام اول ما باهمله بيبتدي يجف زي النبات ما بيجف انت لو عندك نبات في البيت واهملت يتبص لقيه بدأ شوية الخضار يروح ويدبل واناشف ويقصف زي الشعر يقع ويفرقه نفس الكلام في الشعر اول ما ايدك تشيل من الاجتمام بتاعه ترتيبه يقل التغذية تقل يبتدي اطراف الشعر تتأثر بالجفاف زيادة طبعا ممكن كمان تكون مثلا زي البنات الصغيرة بتعمل حاجات كتير قوي غلط فرد كميائي بيبليس على طول خرارة سيشور سبغات هايلايت الكلام ده كله وات كميائية قوية طبعا بتأثر على مضالة الشعر او التغذية الرئاسية اللي جوه الشعرية تبتدي تنشف تتهيش تقصف فطبعا دي ان انا ابتدي بيهتم بشعري والتقصيف على فكرة حاجة سهلة جدا انا حاجة مش مرضية سهلة قوي وانسا ان انا بدأ اترطى بشعري كويس قوي ابتدي شوف حمامات الكريم اللي لها قدرة على الترطيب عالية ابتدي اهتم بان الشامبو بتاعي يكون خالي من السلفيت او مثلا استخدم الشامبوات الديتوكس او اللي فيها سلفيت مرة في الاسبوع كفاية حاجات دي كلها مع التغذية السليمة ما اشوف ايه الفيتام ذي اللي نقصة عندي هعوض الشعر باللي نقصه واتبستلا ايه داكي الشكل كويس والترطيب دكتور التقصيف ده بيجي نتيجة اهمالي حاجة الوقتي ذكرت نتيجة نتيجة اهمالي فعلا ولا ممكن يكون حد طبيعة شعره هو مقصة تلاقيه حتى اطفال صغيرين من شعرها هايش هايش غير مقصف مقصف معناها ان الاند بتاعت الشعره في نهايته هايش ده اللي هو مسلا تقطع بقى وتلاقيه بقى بقى واقف لا هيشان الشعر نتيجة لطبيعته اه دا طب يعني انت بتتكلمي على الاطفال فالطفل حاجة جيناتك حاجة طبيعة ان الشعر هايش هايش ليه في عندنا حاجة في شعر اسمها مسامية مسامية الشعر اللي هي زي الجلد كده منقول انا عندي مسام مسام واسعة لا مسامي مقفولة الحاجات دي شعر نفس الكلام له مسامية مسامية الشعر دي بتأثر على شكله من جهة الهيشة يعني لو انا مسامية شعري عالية واسعة فطبيعي الكل اللي داخل فيه بيخرج بسهولة عارفة الباب المفتوح اللي داخله بيخرج فانا احط له ترتيب كتير وكسف له الاهتمام ابو سلاقيه بيتطرد بسرعة او يتبقى منه حاجة صغيرة في شعري بيتطرد المية بسرعة دي المسامية العالية فطبيعة شعري يطلق عليها انه شعر هايش عشان كده انا ممكن اصنف طفلة انه شعرها هايش طب في الحالة دي هنعمل ايه هحتاج ترتيب زوكة سفة معينة يعني ترتيب قوي زي ما اكلمك على البشرة واقولك البشرة الجفة قوي دي محتاجة كريم غني فانا محتاجة ترتيب تقيل يزبط شوية في الشعر للهايش بالضبط وليه علاج يعني تحس ان الطفل هايش ده او حد شعره هايش ده بيفضل هايش على قطن والهايش ما هو لان الامة ما تبقاش عارفة تصنفه فمش بتعط تجرب تجرب تستخدم تشوف الاعلانات تجيب حاجة تخط زيت تخط كلام ده كله طبعا بالنسبة لان احنا بما اننا ذكرنا الاطفال والزيوت ومعظم الامات بتعمل كده فالزيوت مش من الحاجات المستحبة ابدا وخاصة للشعور الهايشة والله طبعا الزيوت بدي معلومة حلوة جدا لان معظمهم دلات يبقى مثلا زيت او اي زيت سمعت عنه او اي حاجة بتجيبه خلاص لان انا معتقد ان انا احط الزيت حاجة تقيلة فتبتدي تنايم الشعر وترتبه دي مش حقيق وساعات بيجيبوا كريمات زي الفزلين كده شوية فتقولك برضو عشان الشعرية تنايم اكثر دي برضو من الحاجات اللي هي القاعدة بتاعتها فازلينية او فازلين دي برضو مش من حاجات المستحب زي الواكس حاجات التقيلة الشمعية اه مش من حاجات المستحب بقى بادان للشعور اعتقدنا ان ده هينيم تقيل بقى في هينيم اه هي حالة وقتين انا ببهات دي هيشانة الشعر دي دلوقتي لكن بتزيد بعدين وبيصل تقصف عالي جدا والبرتكل الجزيقات نفسها بتاعت الزيوت والشموع والحاجات دي قوية وتقيلة لو شعر بنتي ده خفيف او قوية لسه طفلة الشعر ما تكونش بصورة كاملة مش هيتحمل يشيل الجزيقات دي فتلايب يتساقط تقولك الطفلة لسه ما عملتش حاجة بشعرها ليه شعرها بيقع انك انت بتستخدمي لها مترية غلط يعني الزيوت والحاجات التقيلة دي بتسد المسام هي مش بتسد مش هنقول عليها بتسد المسام ولكن بتبقى حملة تقيلة فبتوقع الشعرها بصبت كده ما يتحملش الشعر انه هو يشيله فبالتالي بيقعها وهي ما فيهاش مواد الترتيب اللي زي ما الناس فهمها بالعكس هي تساعد على هاشان زيادة هي الموضوع ان الشعر ينام دي حالة وقتية زي الناس اللي بتحط تعمل فورمة فبتحط سبريم وسبت في الوقت ده بس لكن في الاخر بس لها شعرها نشبه فهي ده اللي بحسبه لو انا كامة او بنصح ام مثلا تستخدم زيت لشعر بنتها وعارفة زيت ده مصدره كويس زيت معصوره على البارد خامته كويسة انا ممكن استخدمه بس مش انايم بيه الشعر استخدمه كتغذية فعمل بيه حمام زيت لفروة الروس الفروة اللي هي الجلد نفسه هيمتص الجزء اللي هو عايزه فيستفيد منه الشعر والباقي انا في خلال ساعة بكون غسلته وشلته لكن انا احطه على الشعر واسيبه وشانا سعره رحكا طيب زيوت زي ايه دكتور بقى بما اننا زكارنا مثلا حمام زيت او حمام كريم حاجات دي بتبقى زي ايه؟ افضل اللي ممكن استخدمها لشعره واحسنها واقواها وزيت الارجان الارجان انا دايما بروكمنت زيت الارجان لكل الناس زيت الارجان البيور من افضل انواع الزيوت اللي ممكن استخدمها كحمام زيت قوي لشعري زيت الججوبة البيور زيت الججوبة ده زيت خفيف يعني بنلاقي في مكوناته او في تركيبه انه مشابه جدا للزيت الطبيعي بتاع شعري انا كلنا عندنا الفروة بتفرز مادة تونية المادة دي في تكوينها الرباني مشابه لزيت الججوبة فدايما زيت الججوبة ما يدر الشعرك ابدا في زيوت كتير قوي زيت اللوز زيت الزتون الحاجات دي كلها بس ليست للدهان مش لدهان الشعر وان انا اصرح فيه شعر بنتي وتخرج ده ساعة مثلا وخصي بالضبط انا بادلك بيه فروة الراس كويس ممكن ادفيه شوية في حمام ماي دفيا مش سيبه يغلي انا بدفيه بس عشان الامتصاص بتاعه يبقى سريع في الجلد وفي خلال ساعة بكتير بيكون غزالته الشامبو تماما الجلد الخادر اللي هو عايزه الزيادة دي كلها انا شو بلطبق دي فيه اي حاجة ممكن بقى اعمل سشوار وانا حط الزيت اعمل له اي سخونية وصدمة كده مش اه بالضبط يعني احنا بنعمل ميديا دفيا شوية بحيس الامتصاص يعلى يعني ازود او اصرع بان الجلد تاع فروة الراس يمتصل زيت على قد ميت او يمتصل المادة الفعالة اللي فيه فممكن احط برو كاب دي فيه اه فوتة سخنة زي ما كانوا ده بيساعد يعني امهاتنا بتاعلينا زيان الحاجات دي طيب كل زيت من حريك الزكارتي ده ليه مسلا حاجة معينة ولا كلهم تمام يعني مسلا في حاجة للتساقط للفراغات كده ولا هما ليه التغزية بصفة عامل يعني انا مش معا قوي حد يقولك التركيبة دي للفراغات التركيبة دي هو للتغزية عامل انا غزيت شعري وغزيت البصايلة كويس طب هي الشعر هيبقى كويس طبعا مع التغزية الداخلية يعني برضو الامهات بتنسى هي مسكة شعر بنتها وناس هي التغزية اصلا تكوين ابن طفلة بتتكون محتاجة اكل شكل قيل فيتاميز البروتين مواد غزية متكاملة مهملش الجزئية دي انها مهمة يعني لازم تغزية داخلية وخارجية طبعا طب والوصفات بقى الطبيعية مسلا جرجير احنا عارفين انه حلو كاكل طيب لو انا عملته كخلطة على شعري او الحاجات دي فانا الشعر بيستفيد منها ولا الحاجات دي بس بوسي هو الوصفات الطبيعية مش كلها بتبقى الاستفادة منها عالية هي ممكن اه ما تعملش مشاكل او يعني مش زي حاجة كيميكا اللي استخدمتها ولكن الفكرة انه لما بنستخدم مادة طبيعية بنقول ايه احنا بنستخلص المهم اللي فيها يعني مثلا الجرجير انا باستخلص من الجرجير اما اجي استخدم حاجة للشعر مكتوب عليها جرجير تلاقيه مكتوب مستخلص الجرجير مش الجرجير دايركتلك اخدوا وافرموا واعملوا هاخد منه فوائد بس قليلة غير ما حدوا الناس المقتصة بالناس دي بتبتدي تستخلص المادة الفعالة لجوه الجرجير عشان توصلي انا اتوصلي شعر احنا عايزين نتكلم عن كمان الشعر المجاعد لان دا بس في اسئلة كتير بتبقى عليه لكن هنطلع فاصل ورجعنا على قطر